يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التليفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا أهلا صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر وحلقة يوم الاتنين الموافق 30 يناير 2023 في حيات الأمر زي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايماً بنبدأ صباح الخير يا مصر معاكم بسؤال تفاعلي أو سؤال تشاركي عشان نعرق وجهة نظركم في الموضوع اللي احنا دايماً بنستنى فيه تعلاقاتكم ويقرأكم سؤالنا النهاردة بيقول إيه مواصفات الشخص اللي ممكن تفطفض معاه في حالة يعني لما بتكون حابب أو مخنوق وحابب اللي انت تتكلم قبل بقول لنا مواصفات الشخص ده بالنسبة لي لازم أعرف طبعاً وجهة نظر جمانة ومواصفات الشخص اللي أنا عارف واحد منه طبعاً بجانب الشخص اللي انت عارفه بص الفاتفاضة أنا يعني شخص ما باعرفش أتكلم بسهولة خاصةً لما يجي موضوع بيتعلق موضوع شكوى أو ضيء مش الشخص اللي بيعرف يتكلم بسهولة يعني بياخد وقت كده على ما عارف أتكلم لكن مش عايزة يكون ردي بس يعني من الردود اللي بتتسمع طول بس حقيقي أنا فعلا يعني دايماً بقى فيه كده خليناً قناة أو اتصال بجد ما عارف بنا يعني بعض وبعد بعض أحسب الموقف كويس قوي بدماغي طبعاً ماما أكيد ده الشخص بالنسبة لي اللي ممكن أتكلم معامل غير مفكر حتى في صيغة كلام في مفردات كلام كلام بيطلع كده بس برضو أحياناً مش بعرف قوي أننا يعني من الناس اللي بتروح لأهلها أول حاجة لأن أنا عرف ناس كتيرة بتبعت تماماً عن دايرة العيلة كنت لسه أقول لك ممكن في بعض الحاجات ممكن ما روحش أقولها لها بس عشان ما دايقهاش يعني ما شايلهاش هامي عشان بس بخاف عليه أن هي تزعل أو كده لكن غير كده بعيداً بقى عن يعني أمي أولي قلته لك لازم عشان أفاتفض لشخص على فكرة مش بالضرورة أن يكون شخص قريب جداً مني ممكن يكون شخص قريب جداً بمناسبة مني بس ما قدرش أروح أفاتفضله الشخص اللي أفاتفض معادي ده لازم يكون فيه مواصفات سي ما احنا بنقول تسألك السبب اللي أنت ما تفاضيش لشخص قريب منك يعني منين قريب منك لا فيه ناس ممكن تكون قعدتها بتكون لطيفة ممكن يكونوا جدعين معاك ممكن يكون قيامهم أو مبادئهم مختلفة عنك تجاربهم مختلفة بالضبط مش فكرة صاحب ممكن يكون بجد حد بترتاح أن أنت تقعد معاك مثلاً تخرج معاك تروح تعمل حاجة معاك يساعدك في حاجة جداً مشاركك في حاجات معينة بس مش درونة الحاجات دي بالعكس أنا ممكن رفت فت على فكرة لحد مش قريب مني قوي بس لازم الشخص ده يبقى فيه كده كم حاجة كده يكونوا موجودين فيه أولاً أنا هو نكون بنتشارك نفس القيام نفس المبادئ الحاجات اللي نرتضيها عمتاً على نفسنا أو على الناس تكون واحدة لازم الشخص ده يكون عدة فترة أكون رائبت كده مش رائبت بس أكون خط بالي من تصرفاته من طريقة كلامه على الناس بيتكلم على الناس إزاي إيه المواضيع اللي ممكن حتى يفتحها لما يجي اسم شخص حتى لو فيه بينه وبينهم عداوة أو ما فيش بينهم وبين بعض قلفة بيتكلم على الناس إزاي بيقول عليهم إيه هل بي يتطرق لمواضيع حساسة أو مواضيع لا طريق أن حد أصلاً يتدخل فيها ولا لا لو الشخص ده فعلاً بيتكلم على حد حتى لو حد بعيد حتى لو حد ما عرفوش بيتكلم عليه بطريقة مش لطيفة أو طريقة أنا مرضاش إن حد يتكلم علي بيها في غيابي مستحيل أتكلم مع الشخص ده ممكن نقعد مع بعض ممكن نبقى في قاعدة مع بعض صحيح وبالمناسبة فيه منهم بيبقوا بجد جدعين جداً لو قات في مواقف بجد بيكونوا مبوضين لكن مستحيل مستحيل الشخص اللي بقاعد بيتكلم على الناس بطريقة ما تصحش مستحيل أقتمنه لو الشخص ده شفته مثلاً في خصامه مع حد زي ما أكون منتكلم قبل الهوى وانت قلتلي إذا خصم فجر مستحيل صحيح مقدرش فلازم يبقى شخص فعلاً أهل ثقة عنده مبادئه عنده حتة أنه يخاف من ربنا أنه يتكلم على حد بطريقة مش لطيفة أنه يختاب حد بشكل مش لطيف أكيد كلنا وإحنا قاعدين أكيد فيه سيرة ناس بتاعك دي بس إزاي بتتعامل مع الموقف إزاي بتتكلم إزاي وبتتكلم لإيه وبتتطرق لإيه هي دي الموصفات اللي ممكن أتكلم مع شخص فيها هيكون كمان بالمناسبة شخص مش بيحكم عن ناس يعني مش دايما عندهش معيار الحب فأنت بقى دي سريعاً كده صحيح طيب أنا مش أختلف عنك كتير في حاجتين لازم دايماً اللي أنا أحطوهم في عين الاعتبار وأنا باختار الشخص اللي أنا أفطفض معاه أو اللي أنا أتكلم معاه وإمكاني الأشخاص دي بالنسبالي هم يعني يتعدوا على صوابع الإيد الوحدة تحديداً لأن لازم يكون أولاً ذو حكمة وذو خبرة لازم يكون عنده حكمة مش بتعامل أو مش بفطفض مع حد علشان خاطر فكرة سواء التاكسي اللي أنا أعدت مع شخصه وبتديت اللي أنا أفطفض معاه ومشي وما يعرفش حاجة عاملة أنا لازم شخص أكون عارفه كويس وعلى دراية يعني قدرته على التعامل مع الأمور دي تحديداً اللي أنا بحكيها له علشان لما يديني نصيحة تكون نصيحة يعني أي الهالي فعلاً نصيحة هو مؤتماً على الكلام اللي أنا بقوله له يكون عنده النصيحة اللي يقدر اللي هو ينصحني بيها دي حاجة من الحاجات يمكن مش هختلف كتير عن اللي قالته جمانة تحديداً فيه شخصين لازم اللي أنا أبتعد عنهم الشخص المنافق اللي دايماً بشوفه بينفق الناس عمال على بطال وفيه فرق هنا ما بين المجاملات وما بين النفاق النفاق ده زي ما قالت جمانة الشخص اللي بيبقى قاعد دايماً ولما بتيجي سيرة أي حد تاني بيبتدي اللي هو فعلاً نجومانة يغتابه ويقول عليه كلام وحش جداً لأن أنا واثق تماماً اللي أنا مجرب ما همشي من الأعداء دي أنا أول واحد هيجيب في سيرته ويتكلم عليه فالأعداء اللي منه ده تحديداً أو الخروجات اللي منه ده أنا بابتعد عنها تماماً يعني أنا لو نزلت ولاية الأعداء إحنا قاعدين مجرب بس اللي إحنا نضحك عشان نجيب سيرة الناس لا أنا مش عاوز أعط معكو دايماً بابعد عنهم تماماً جربتها مرة بالمناسبة خرجت خروجة ما وفي نفس الوقت لقيت كده لا خلاص شكر مش عاوز أعط مع الناس لأن أنا عارف أنا مجرب ما هسيبهم قبل ما أقول سلام عليكم وأسلم بيكونوا جايبين في سيرته فأنا النوع ده دايماً بابعد عنهم تاني حاجة الناس اللي أنا دايماً بابعد عنها برضو وما بحكيش قدامها حتى لو على سبيل الصدفة حاجة الناس اللي هي خصومتها بتبقى وحشة قوي إذا خاصة ما فجر لأن أنا بشوف اللي أنا الشخص المؤتمن الشخص ده الخبرة اللي أنا مجي أحكي لك على سر أنا عارف أن السر ده استحلل أنه يطلق وهنا بفتكر يعني أنت أول ما قلت الشخص ده جي في دماغي يعني زبنتنا العزيزة لين ده دي كنت تقول لها أي حاجة وحبيبة الكل وكنت تكلمي معاها في أي حاجة خلاص ما بتطلعش أنا أطفت معاك طبعاً يعني ده مواصفاتنا إحنا تحديداً فيها الأشخاص اللي إحنا ممكن لإحنا نحكي لها وإن فطفة معاودة سؤالنا النهارده على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج صباح الخير يا مصر ومنتظرين طبعاً إجابات حضراتكم علشان نستعرضها طوال الحلقة صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر